السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة قناة منتدى ام سيرين الخاصة بالحمل الولادة مسائح لكل النساء العربيات مرحبا بمتسبعات الجدد اللي الله اكتشفوا القناة مرحبا بالمتسبعات القدام اللي ضرداركم ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا كتسبدوا من هاد المواضيع وشكرا على التعليقات ديالكم وصلوني بزاف ديالتعليقات تيتشابه بزاف ديال الاخوات كانوا متبعين الحمل وولدو وتفكوا على خير واهم رسالة في ديالتعليقات هو انهم تبعوا النصائح اللي تنقلهم ودس الولادة على خير وبخير وبزاف اللي اعتمدوا على الفيديو ديال طريقة التنفس والدفع يوم الولادة وعرفوا كيفاش يزحموا عرفوا كيفاش يتنفسوا والحمد لله والدو على خير هذا هو الهدف من هاد القناة هو انني نوصل معلومات قيمة واننا نساعد النساء فيما يخص هاد المواضع ديال الحياة الخاصة الانتم ديال الحمد لله كنشوف واحد تفاعل واحد انتجام واحد تجاوب في القناة تبارك الله عليكم سمحوا لي انا التعجيج تبارك الله عليكم وان شاء الله قاع الاخوات اللي متبعين للقناة وان شاء الله الرحمن الرحيم اللي داروا بالنصائح في التعليقات ويشاركوا معنا تجربة الولادة هكذا رأيكم تتخذوا لانك تعطيوا الطاقة الإيجابية للسيدات اللي تيدخلوا ويقرأوا التعليقات باش انهم تيرتاحوا وتعرفوا بللي ان شاء الله الولادة رعما هي الا واحد مهير اللي تنتظروه باش يدوز على خير وباش خاصو يكون ديك النهار مزيان ويدوز على الباس هو نجير بالنصائح ونعرف شنو خاصني نجير اذا تبارك الله عليكم واللي اول مرة تشاهدني ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد قناتي بإذن الله ما بعد الولادة غادي ندخلوا في المماضي منع الحامل هذا الموضوع تهم جميع النساء لحوامل المرضيعة اللي تزوجوا ما بغينش يحملوا يعني احنا كاملين تهمنا الموضوع ديال منع الحامل او يالله ولدنا وما بغينش نولدو من بعد على واحد المدة طويل لان مهم كل سيدة والبرنامج ولكن تنظن باللي هاد الموضوع يهمكم جميعا خليكم معي الى نهاية الحلقة ديال اليوم باش نتاكم الخلاصة ديال انواع موانع الحمل ومن بعد ان شاء الله في كل فيديو سنتكلم على كل منع الحمل باش نعطي حقو في الشرح ونستفدو منه ان شاء الله مزيان وسائل منع الحمل كثيرة وعديدة كين طبيعية كين الهرمونية كين بعض الوسائل انتظر لديهم سوف نعطي نعطي المعلومة الأولى الآثة والتحكير انا كنت كنت ندر العزل او هذا العازل الذكري المهم جميع انواع منع الحمل غير امنة مئة في المئة اذا كتب الله او قدر الله وربي بغى يكون حمل راه غادي يكون حمل يعني غادي دائما خاصني فاش نستعمل شي وسيلة دي المنع الحمل اول حاجة اللي خاصني نتابه لها هي ديك الوسيلة واش وافقة الجسم ديالي او لا لا بالنسبة لانواع منع الحمل الكائنا بزاف اول حاجة اللي تنعرفوها وهي الحبوب منع الحمل الفاني اللي معروف تناخدوه او كين نسبة كثيرة اللي تياخدوه كين ما تيبغيوش ياخدوه لانا تيقول لك هادك عبارة عن سم او تيجير الامراض فعلا هو تيخطروا حد الخطورة على جسم المرأة لكن تيبقى اختياري كين لتوافقه ومتيستعمله كين كذلك اللولاب النحاسي الهرموني كين الشريحة الوحدة المانع الحمل كنيرو هنا في الدراع ديالنا حتى هو واحد السيدة طلباته مني باش نتكلم معليه غادي نتكلم معليه بوحده في موضوع باش نتقوم المعلومات دياله عندنا كذلك العزل العزل هو هو الجماع المنساحب لاني ما كيتمش القدف داخل مهبل المرأة وعندنا كذلك العزل التكاري البرزيرفاتيف لكونضوم كين العازل العزل الانتاوي هو قليل ولكن راح كاين العازل الانتاوي ما تنسمعوش عليه بزاف ومتنعرفوش وش حلم وحده انا دجا حطيت واحد الفيديو في تيك توك اقدمت فيها وسائل منع الحمل باختصار اني ديالفيديو تيكون قصير ورف تيك توك اركم عارفين وبزاف ديال التعليقات اللي وصلوني اختيشنوا هو هاداك العازل الانتاوي غادي نظر عليه حتى هو بوحده ما نحرقش المراحل لان هادا الفيديو اليوم في غير نصائح عامة مع ذكر وسائل منع الحمل انواع وسائل منع الحمل السيدات اللي ما تعرفوش جميع الوسائل غادي تعرفو عليهم في هادا الفيديو هادي هاد الوسائل كلها اللي قلتلكم الطبيعية والهرمونية هي سهلة في الاستعمال لكن اي سيدة بغا تدير هاد منع الحمل الوسائل المنع الحمل حمل بليدو خاصها تعرف ايام التبويد وتكون تتعرف واش الدورة الشهرية ديالها منتظمة او غير منتظمة ما غاديش نجيو ونديرو غير شي واسية غير هاكداك وحنا ما عارفين جلوسيكل ديالنا كيفاش داير دائما تنقلكم وسبق اللي قلتها لكم في مواضيع عيدة انكم تسجلوا اليوم اللي تجيكم فيه العادة الشهرية وتعرفوش هاد المدة الزمنية اللي كتبقى فيكم هاد العادة الشهرية واش خمسيام واش ربعيام واش ثلثيام كذلك تعرفو السيكل ديالكم واش منتظم ولا غير منتظم وبطريقة ديال الحساب اللي غادي نعرف واش انا عندي السيكل غيجوليي ولا اغيجولي إلا كان مقارد مزيان ش حال نوسيلة غادي تسهل عليها للاستعمال دياله وإلا كان غير منتظم خاصة نرد البعلي يعني عندكم لمدة ديال ثلاثة أشهر باش نعرف السيكل ديالك كيفاش داير تنتمنى انكم تطبقوا هاد المعلومة ما تبقاوش غير هاداك فوق مجاة العادة الشهرية صفيرة هاجات وتعرفوش حال من يوم تدوز لكم واش 24 يوم واش 23 يوم واش 28 يوم واش 30 يوم إلا كانت تدوز لك قل منها 24 يوم خاصك تشوف الطبيب كانت تتبقى فيك كتر من 30 يوم كذلك خاصك تشوف الطبيب يعني مسألة غير طبيعية هي عندها واحد المدة زمنية طبيعي هو 28 يوم 25 يوم 27 26 29 ماشي ممكن ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل وإلا كان فوق 30 يوم يعني شهر ما خاصتها تبقى علينا شهر تقدر ديالنا فقط ردم وخاصة إلا كانت مجهدا وبالنسبة لحبوب منع الحمسة اللي هرمونية خاصكم تردوا معها لبالي إلا بديت ناخد الفانيد أو درك اللولب وشفت واحد تغير في الجسم ديالي بالنسبة لحبوب من الحمل راكم عارفين باللي كاي اللي كتتغلضها كاي اللي تضعفها كاي اللي كتتفقد لها الشهية بمرة ما كتبقى شتاكل كاي اللي تدير لها الأعصاب والكآبة مهم كل وحدة وكيفاش كتتفاعل مع ديك حبوب من الحمل وبالنسبة كذلك اللولب اللولب كاي اللي توافقها كاي اللي حملت بيه لأنه مكانش كتدير مع الأسف المراقبة طيب بيدياله تتمشي تدير اللولب وتنساه عامين وثلاثنين وفي العام الرابع كتحمل بيه لماذا؟ لأنه قامت بشي حارة كمشي هي هذه أولا بس الرياضة المهم حتى التفاصيل لهذا الموضوع عنده إليه بوحده يعني خاص دائما المراقبة المراقبة والفتنة نكون فيقة إلا أخذت الشي منع الحمل نعرف كيفاش أنا غدي نتعامل معه وقبل ما ناخد أي وسيلة أو ما نستعمل أي وسيلة نقرأ عليها ونبحث عليها ونكون مقتنعة بها وبطبيعة لحال مع الزوج ديالي حتى هو خاص يكون على بال تلك الوسيلة اللي غدي تستعمل لأنها موضوع مشترك باش غدام غدام يحملك المسئولية خاص تقول له أنا شنو غدي نستعمل أو شنو غدي نديرو فهذا الموضوع ديال منع الحمل لأن المسئولية عليكم بجوج خاصة لي الله والدين وما عندهم شأنهم مازال ما قادرين شأنهم يحملوا مرة واحدة أخرى أو اللي عندها شي ضرف من الظروف أو كذلك لي الله تزوجات وتقول لها ما خاصك تشرب الفاند ما خاصك شديري استغيلي ما خاصك تزوج الأمور يعني أشنو هي الوسيلة الأمثل كذلك المتزوجات هذا الموضوع غدي نهضر عليه حتى هو بوحده صراحة إلا هضرت عليهم كاملين دقة واحدة غدي تجي لها فيديو طويلة لو أنا متر مغيش شكون لها فيديو طويلة باش حتنتما عندكم الأشغال لها لكم تفرجوا واحدة ثمانية عشر دقائق ومن بعد إن شاء الله ننزل لكم موضوع آخر دابا هات السلسلة دي الموانع الحمل سنتقلم عليها هات الأسبوع المقبل كلها وما غديش نمشي شي موضوع آخر خارج على هات الوسائل حتى إن شاء الله نكمل السلسلة اللي متبعيني من شحال هاتي عارفيني أنني تنير سلسلة بسلسلة دارت السلسلة للرضاعة الطبيعية دارت الغراز ومندر القيصرية كل كل موضوع توسات فيه شي شوية بالنسبة للشريحة اليمنع الحمل حتى هي مهمة بساف هاد الموضوع نتمنى أنكم تبقوا معي على على تواصل باش أنكم تستافدوا من هاد الموضوع وخاصة الأخت اللي طلبتوا مني في الانستغرام غدين بقلك الطالب اللي غدين دوينيه أول موضوع من بعد هذا هو الشريحة البنات كانوا هدوهما النصائح الخفيفة ديال أنواع وسائل ملع الحمل ستشوفوني إن شاء الله بعد غد في موضوع جديد اللي هو الشريحة كيف ما قلت لكم نتمنى إن شاء الله يتستافدون نتمنى أنكم تسمعوني وتكونوا متفاعلين بكثرة في المواضع ديال ملع الحمل لأنه ما كايينش يوحدة على وجه الكورة الأرضية ما تيهماش هذا الموضوع هذا نتمنى أنكم تبقوا ترجو لاعب فيديو في مواقع التواصل الشيماعي مع العائلة ديالكم مع الصديقات ديالكم باش تعمل فائدة بإذن الله تهلا فرصكم بزاف بزاف واللي ما زال ما تحقش بيها الانستغرام مرحبا بها باش تسافد كذلك من نصائح اليومية ومن منشورات اللي تنشاركها معاكم دمتم سالمين وما تبخلوش يليا باللايك على الفيديو إلى عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته